موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكل متابعين الكرام وزوار موقع المهاجر كما العادة معكم سوفيا المرزوقي آخر الأخبار وآخر المستجدات ونهاية أسبوع موفقة للجميع متابعين الكرام لدينا أخبار مهمة جدا في هذا الفيديو أول خبر سوف نروح له هو الخروج الإعلامي ديال وزير الخارجية الإسباني واللي تحدث فيه على العلاقات مع المغرب مرة أخرى لكن هذه المرة كانت أكثر تفاؤلا ونقدروا نقرب المتابع الكريم من سبب تفاؤل ديال وزير الخارجية الإسباني للتغير يعني في وهنا كذلك تطرح سؤال على وزير الخارجي الإسباني على وهو واش المغرب غادي رد الرحلات البحرية اللي جيبة سنتين وهي معلقة كذلك واش مكنش مشكيل بخصوص يعني الرحلات الجوية لأنه كان هذا الكلام هذا خرج من عند وزير الصحة المغربي سابقا وقال بأنه غادي تبقى معلقى الرحلات الجوية ما بين المغرب وإسباني يعني نعرفه الجواب اللي غادي قدم ليقدم وزير الخارجية الإسباني على هذه الأسئلة هذه وكل التفاصيل على هذا الخبر وشنه هو سبب التفاؤل بطبيعة الحال ديال وزير الخارجية الإسباني كذلك نهضروه استفان ديمستورا اللي هو المبعوث الأممي آآ للصحراء من بعد ما هز سيارة دياله لجميع الأطراف ديال النزاع منها الجزائر وموريطانيا والمغرب فهذا المرة هذي مشى الولايات المتحدة الأمريكية وهذر مع آآ 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 قبل ما تكون هذه الأزمة وقبل ما يكون هذا شيء كامل هو موضوع متعلق بالإعلام في المغرب. موضوع مهم بزاف وكنت منها هذه الرسالة اللي بغيت نوصل إن شاء الله بإن الله توصل لأصحاب القرار وكذلك للقنوات المغربية. لأن أعطوا الفرصة فعلا لقنوات أجنبية أنها تدخل وتركب على هذا الموضوع. ومشي فقط القنوات الأجنبية يعطون فرصة للإعلاميين اللي مكنوش في المستوى المطلوب واللي خلاوا الصورة دي للمغرب تبان في واحد الشكل اللي يقدرون نقوله غير لائق. فخص ذاك المهنة للإعلام يقوموا بها الناس اللي يقدم بها. هم اللي يكونوا في ذاك البلاسة هديك. وحتى إلا كان يتنقل شيء مباشر ولا تنقل أي حاجة تكون قنوات رسمية اللي كتغطية تغطية هديك. للأسف شفنا فيديوهات هنا في إسبانيا القنوات إلكترونية في المغرب اللي كانت للأسف للأسف وكان نعود نتأسف لأن هذه البلادي وما غير نبغيش نشوفها بحل هكك كانت دون المستوى. فنبدو على براكاتي للمتابعين الكرام وكما كتشوفوا في الصورة هنا بالإسبانيا ولكن نقولها لكم بالعربية. خاصة مانويل الباريس اللي هو وزير الخارجي الإسباني يؤكد أن العلاقة مع المغرب تتقدم وستظهر قريبا جدا في القريب العاجل. فأشقال وزير الخارجي الإسباني. فنفي السابق وشنو هو السبب ديالتفاؤل ديالو. أنا قدي نقول لكم شنو هو السبب ديالتفاؤل ديالووزير الخارجي الإسباني ولكن قبل قد ندروع الأمور اللي تحدث عليها وزير الخارجي الإسباني استرح لي هات سؤال هذا. يلا هاد كيف واحد الأسبوع تقريبا كان وزير الخارجي الإسباني هزيتيه في العلاقات مع المغرب من بعد كل التفاؤل. لأنه رجع فعلاً جاء خلف هذا المنصب هذا والأختار الحقيبة هذه لكي يردت العلاقات مع المغرب هذا أهم ما جاء يديره وزير الخارجية الإسباني هو يردت العلاقات مع المغرب فكنشوفوا أنه هزدته على هذا الموضوع هذا وقال بأن العلاقات أصبحت بعيدة من أنها ترجح ولكن بين عشية وضوحها لقنا وزير الخارجية الإسباني أرجع كي يقول بأنه فعلاً كين أمل وأمل كبير أن هذه العلاقة ترجح كذلك تطرح عليه السؤال ديال واش المغرب سيفتح الحدود البحرية ورحلات الجوية لا تتعلق كما كان يتكلم على هذا الموضوع هذا سابقاً وزير الصحة المغربي أول شيء فاشه ضر يعني على المغرب قال لهم العلاقات سترجع ولكن ما ترجعش بدك السرعة اللي كينتظروها الإعلاميين ولا كينتظروها مواقع التفاصل الاجتماعي وشارب تطبط الموقع ديال تويتر قال لهم ما ترجعش بدك السرعة لأنه قال لهم احنا كنا نعيش في واحد زمن ديال السرعة كل شيء بغيين يرجع بزربة ولكن العلاقات مع المغرب غادي ترجع وقد ترجع أقوى بكثير مما كانت عليه هاتشي كامرة كين في هذا المقال هذا اللي من جريدة الإسبانيون أنا كما ولفتكم دائماً لإخوان إلا ترجع على شيء موضوع دائماً كنحاول نبين المصدر يعني باش ما كسبقة المصداقية يعني راكم شتوا العنوان يمكنكم تقلبوا عليه ترجموه ديروا اللي بغيتوا يديروا ذاك العنوان اللي هو هذا كما كنتشوفوا اللي كيتحدث على هذا الموضوع هذا رابان يوم أمس يعني هذا الخبر هذا تنشر يوم أمس يمكنكم تقلبوا عليه وتقرأوه وغتشوفوه كل شيء أكد وزير شؤون الخارجية والاتحاد أوروبي والتعاون خصي مانويل الباريس أن العلاقات الإسبانو المغربية تتقدم وأنه مقتنع بأن النتائج ستظهر في القريب العاجل وأشار الباريس إلى أن شبكة مصالح إسبانيا مع المغرب كما هو الحال مع الجزائر غنية جدا بناء علاقات القرن الحادي والعشرين يعني المضي قدما وتطهير كل الخلافات في مختلف المجالات وهذا ما نقوم به ونحن نفعله بقوة قال هذه الجمعة خلال وجبة الإفطار التي نظمتها الكتلة البحرية الإسبانية لقد أدرك الوزير أنه ربما ليس بالسرعة التي تريدها عامة مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام لكن بالتأكيد بعمق أكبر وطبيعة استراتيجية أكثر مما يمكن تخيله واعتقد أن كل هذا سيتبين قريبا جدا قالوا ما تشي كامل قد يتوضح في القريب العاجل غيره ما تشي بدك السرعة التي تنتظرها وسائل التواصل الاجتماعي ولا المواقع الإعلامية هنا كذلك تحتلوا على عملية العبور المضيق وهو الأمر الذي تنتظره إنشارية طبيعة الحال سؤولوا قالوا له في المقابل حول ما إذا كان قرر المغرب إعادة فتح بجالي الجوي وموانئه اعتبارا من 7 فبراير سيشمل إسبانيا أجاب أرباريس أن هذا السؤال يجب طرحه على المغرب يعني لم توضح الحكومة المغربية هذه النقاط بعد على أي حال فقد اعتبر أنه سيتم استئناف كل شيء ربما ليس بالسرعة التي تريدها الصحف أو تويتر هنا كيشير المواقع التواصل الاجتماعي دائما كيتحدث على تويتر ولكن بصلابة أكبر أكثر بكثير مما يمكن تخيله وبهذا المعنى فقد وثق أيضا أنه قد تكون هناك عملية لعبور المضيق هذه السنة بعد سنتين يعني من تعليق الرحلات البحرية قال لهم يعني وكان متفائل بزاف شنو سبب التفاؤل ديال ألباريس فهنا قد نحط نقطة وغد نتسأله كما قد نتسأله جانتوا مع متابعين الكرام هذا هو الضور ديالنا أننا يعني نجيبه الخبر وفي نفس الوقت نحلله ونشرحه سبب التفاؤل ديال ألباريس إلا لحتو تقريبا والبارح حطيت واحد الخبر اللي قلت فيه أن إسبانيا دارت واحد الحركة إيجابية مرة أخرى مع المغرب شنو هي الحركة الإيجابية هي أنها وفقات على الطلب ديال المغرب الإسبانيا المغرب ما زال كينتظر حركات إيجابية كثيرة من إسبانيا فأي أمر كتقوم به حاليا إسبانيا للمغرب فهو يحتسب ولكن هذا الأمر هذا ما عندوش علاقة فقط بدك الطلب ديال المغرب أنا نقول لكم معناش الإخواني الطلب كان هو إعادة إحياء أمبوب الغاز اللي قفلاته الجزائر المغرب نقدرون نقوله اختات حدي مع الجزائر وبغى يبيلها بأنه ذاك الأمبوب اللي بغاته يتصدأ وبغاته يحبس ما غادش يحبس الجزائر رافضة يعني المغرب يستفد من الغاز وجاء المغرب وطلب من إسبانيا أنها تعود تشغيل ذاك الأمبوب وكان ينتظر الرد ديالها إلا هي رفضات كان غدي زيد بالتسعيد وإلا هي قبلات كان غدي خفف فعلا إسبانيا قبلات وبلا ما تشاور وبالزربة إسبانيا دائما تحتاط يعني كما كنقول تحتاط في الوسط ما بين الجزائر والمغرب وهذا الأمر هذا ما شيء أنا اللي كنقوله يعني العديد من الصحف الإسبانيا ما تحتاط عليه وقالت بأن القبول ديالجزائر إعادة التشغيل ونبوب الغاز中 اللي غلقاته القبول للإإسبانيا إعادة التشغيل ونبوب الغاز اللي غلقاته الجزائر سيخلق أزمة ما بين إسبانيا وما بين الجزائر هذا الشيء تحدثت عليه صحف إسبانيا هذا الشيء مجاش من الفراغ وتحدثت عليه صحف إسبانيا العديد من الصحف الإسبانيا ومنها وكالة أنباء وهي وكالة أنباء غير رسمية أوروبا بريس وقالت بأن فعلا نيت فهد الخبر هذا جريدة الإسبانيول وقالوا بأن طرحوا هذا السؤال على ألباريس وتهرب منه يعني واش جزائر راضية على هذا الأمر هذا أم لا تطرح هذا السؤال على ألباريس وألباريس حاولي تهرب منه كيفما يعني كانت تهرب سابقا من أسئلة اللي كانت كنت تعطال لها بخصوص العلاقات مع المغرب فنفس الشيء حاولي تهرب من هذا السؤال هذا ودوزو الخبر المولي للإخوان وهنا كما قلت لكم أنطوني بلينكينس قبل المبعوث الأممي الجديد وهو ستافان ديمستورا من بعد الجولة اللي يدار في المنطقة المبعوث الأممي حول الصحراء يلتقي وزير الخارجي الأمريكي وواشنطن تؤكد دعمها للحل السياسي الدائم التقى ستافان ديمستورا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء بوزير الخارجي الأمريكي أنطوني بلينكين في واشنطن يوم الخاميس عقب جولته الأولى إلى الدول ذات العلاقة بالملف الشهر الماضي وهو اللقاء الذي لم ترشح عنه الكثير من المعطيات لكنه انتهى بتجديد واشنطن التحبير عن تعمها الحل السياسي الدائم وقال وزير الخارجي الأمريكي اليوم جمعة في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر أنه أجر لقاء قيما مع ديمستورا ناقشه من خلال الدعم الأمريكي لدور الأمم المتحدة في الملف كما تشوف في الصورة هذه التغريدة ديال أنطوني بلينكين وراها الصورة ديالو مع ستافان ديمستورا لاستقبال ديالو في البيت الأبيض قال وزير الخارجي الأمريكي في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر إنه أجر لقاء قيما مع ديمستورا ناقشه من خلاله الدعم الأمريكي لدور الأمم المتحدة في الملف مشيرا إلى أن بلاده تدعم العملية السياسية التي تؤدي إلى حل دائم وكريم للصراع وتأتي هذه الخطوة في أعقاب زيارة ديمستورا إلى المغرب والجزائر وموريطانيا وأيضا بعد تأكيد بلينكين في 23 ونبير الماضي عقب اجتماعه بناصر بوريطا وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغارب المقيمين في الخارج واشنطن باستمرار التزامها بالاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء وبدعم مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب يعني إدارة ديال بايدن رسميا كتأكد الاعتراف اللي قامت به الإدارة ديال ترامب وهذه هي يعني الدربة القاضية للأطراف اللي كانت كتنتظر عكس ذلك جات يعني في وقتها جات في هذا الوقت هذا بالضبط من بعد الزيارة ديال سطافان ديمستورا فاشي خرج وزير خارجية ديال دولة مثل أمريكا ويقول لك كيدعم مغربية الصحراء وكيدعم يعني الحل اللي اقترحوا المغرب اللي هو الحكم الذاتي كتكون يعني صراحة انتهت القضية ديال الصحراء المغربية حسيمة الأمر حسيمة الأمر انتهت المقابلة لصالح المملكة المغربية لا أقل ولا أكثر وما بقاش منزيدو نهضرو في هذا الموضوع انتهى الأمر ما بقاش الميليشيات البوليزاريو فين يقدروا إيه اللي والرأس دابا المنتظر شنو جاي السيناريو اللي جاي من بعد الاعتراف ديالأمريكا من بعد الاعتراف ديالكل الدول ما بقاش من غير تصنيف يعني ميليشيات البوليزاريو كمنظمة إرهابية وإلا بقات الجزائر كتزنزن دبانتها كتر قد يدخل معها في نفس القفة كي ما غنقولوا إلا بقى الكابرانات كي يعني كي يقابحوا إحتهما بالدريجة ديالنه قد يدخلوا في نفس القفة مع البوليزاريو لأنها الدعم هذا جاي من عند الجزائر البوليزاريو ما عندها حتى شي موطن من غير الجزائر الجزائر هي اللي دعمها هي اللي متبنيها هي اللي تدعم الإرهاب وذلك الكلام اللي كناك نقوله من قبل انتع الجزائر الجزائر تدعم الإرهاب هو اللي غنه اللي وكنسمعوه مستقبلا إن شاء الله بإذن الله لا أقل ولا أكتر وندوزوا الخبر الأخير الإخوان وهذا يعني تحليل شخصي اللي صراحة شفنا بزاف ديالصور مؤخرا شفنا أمور اللي نقدر نقوله ما رضيناش بيها ما عجبتناش ما كانتش في المستوى المطلوب ولكن هنا قد نحطه علامة استفام وغادير رجعوا للسبب شنو هو السبب شكل اللي خلاها تشهاده يكون شكل اللي يعطى الفورصة لها تشهاده بش يكون أول شي سبقت حتى تتعلانت الموضوع وكنت هدرت على القنوات التلفازية المغربية الرسمية كنا ننظر على الرسمية ما كنا ننظر على قنوات أخرى الرسمية يعني كنا ننظر على الإداعة الوطنية المغربية القنوات المغربية اللي كياخدوا الدعم من جيوب المغربية واللي كيشتغلوا وخصهم يشتغلوا لصالح القضايا الوطنية المغربية لصالح المغربية أين هم من ذلك فاش تكون قضية رأي عام اللي كتتحدث عليها العالم واللي العالم بأسره تكلم عليها واللي القنوات عالمية هنا في إسبانيا كانوا مباشرات اللي كيتنقلوا من قنوات إلكترونية مغربية وهذه هي الطامة الكبرى اللي غنضر عليها كذلك فاش غد نعطيه الفرصة قناة الجزيرة فاش غد نعطيه الفرصة العربية فاش غد نعطيه الفرصة الروسيا اليوم فاش غد نعطيه الفرصة سكاي نيوز فاش غد نعطيه الفرصة لكل هذه القنوات هذه تدخل وتغطيها إعلامية 24 ساعة على 24 ساعة لواحد القضية اللي هي قضية سرائي عام دي المغاربة بدرجة أولى أين هي القنوات المغربية هذا هو التساؤل اللي خصويت ترحوه كل مغربي كذلك شفنا واحد الصورة يعني غير لائقة شفنا إعلاميين مباشر بتليفون مضبب اللي كيهضرو ومعرفين شنو كيقولو اللي كيوصلو أخبار زائفة اللي كيقولك رهم جبدو طفل شوي يرجع يقولك لا رهم مازال اللي يقولك رهم كيحفرو بيدهم شوي يقولك رهم كيحفرو بطراكس فهدي أمور اللي سمعناها وشفناها وتأسفنا لها ولكن شكون السبب شكون اللي يعطى الفرصة لهذه القنوات تمشي بهذه الطريقة هذي شكون اللي يعطى الفرصة لأي واحد عنده تليفون يمشي يوقف ويتجمع بذيك الطريقة هذيك ويستغل ذاك الطرف هذك ديال واحد الطفل والأهل دياله اللي في واحد المحنة هنا فين كيبقى السؤال متروح فين هو الإعلام المغربي فين هما القنوات المغربية اللي كتأخذ التعم من جيوب المواطنين المغربة واللي هي السبب في هذه الكارتة اللي شفناها في هذه الأيام فبطبعت الحال هاد الشي هده حز في النفس ديالنا لانني البارحة الإخوان دخلت للقناة RTVE الإسبانية يعني القناة الإخبارية الإسبانية ولقيت إسبانيا نقلة مباشر من قناة إلكترونية مغربية وذك المباشر هذك ما كيليقش بالصورة للإعلام المغربي باش نكونوا واضحين لالكلام اللي كان كيتقال فيه وخاء هما ما كيفهموش العربية ولكن هذك شي ماشي مانح أنه يترجم ذك شي الكلام اللي كان كيتقال في ذك اللايف هذك كان عشوائي كان نقل مباشر عشوائي إنسان كيهدر بحل كيهدر مع صاحبه بحل كيوصل حجايا لصاحبه أش غادي نقول لكم الإخوان ما يمكنش ذك شي هذك يعني غيبقى في كل حال غيبقى درك الحال أن إنسان قناة إخبارية كما كيقولونا في إسبانيا موقع إلكتروني ومصفت واحد الإنسان اللي ما عندوش مستوى لذك النقل المباشر اللي غاديقوم به كيهدر يعني بعشوائية كيهدر يعني من فراغ بعد مرات كيكدب وكيزيد من جنابه وكيخرج من جنابه وهذه هي الطعمة الكبرى ف جال وقت باش يعني هذا النداء هذا يوصل صراحة هذا النداء أنا كندير نداء لهذه القناوات هذه ديروا ناس اللي تخدم يعني تكون تغطية إعلامية 24 ساعة كل الدول عندهم قنوات 24 ساعة بتقوم مثال لنهار القرقارات نهار دخل المغرب في القرقارات الجيش القوات المسلحة الملكية في القرقارات باش تحرر المعبر ديال القرقارات تعطت الفرصة وبعض القنوات اللي تابعة الإيران روسيا اليوم قنوات اللي تابعة يعني اللي بغت تخلق الفتنة وما تمش يعني تغطية ديال الوقائع حتى تدخلت بعتة المينورسو وعطت الحقائق فاحنا قد ننتظر تدخل بعتة المينورسو فين هو الإعلام ديالنا اللي كيدافع القضية الوطنية واللي كيدافع القضايا ديال المغاربة فين هو فين هو من هاتشي كامل يعني رجعنا الكلام اللي قلنا من قبل فاشدرت على القنوات التلفازية المغربية اللي هي القناة الأولى والقناة التانية فاشدرنا على هاتشي كامل يعني مشي صراحة كين تقسير كين تقسير وخصها التقسير هذا يلقاوا له حل هذا المدراء ديالهم خصهم يلقاوا حل له التقسير هذا ما يمكنش انتظروا إحنا الجزيرة والعربية و ويوروسيا اليوم يجيوا يغطوننا وقائع ديالنا قضايا قضايا رائعة اللي مهمة انتظروا باش ديالنا يعني قنوات أجنبية قنوات عربية أخرى كلها قنوات أجنبية جدية تغطية يعني القناة الوحيدة اللي كانت كتحاول تكون يعني كتغطي باش من من قصيوهاش ومن طيحوش منها هي ميديا ميديا انتفي كانت كتحاول ما أمكن تكون حاضرة على قدر المستطع ولكن ما زال خاص بزاف وما زال خاص الإعلام في المغرب يزيد يرقى وراه الإعلام كي يخدم مصالح راه ما يمكنش عنا قضية قدها قداش وكانها تروع لها يوميا وما زال مغاربة ما عارفينهاش يعني كتلقى بمغريبي داخل كي ديلك تعليق ضد الوحدة الترابية ديال بلاده فهنا كتعرف بإن الإعلام مداش خدمته وما وصلش القضايا اللي خصوه يوصلها للشعب كما يجيب الواقع ما كنقولوش كذبوا إلى الشعب ولبينولو شي حاجة ما كيناش وكين على الأقل أعطوا الحقائق لأن راكين اللي بغي يستغل ولي بغي يطلع ولي بغي يركب فمنك يكون إعلام حقيقي إعلام واقعي كي يوقف أي عدو عند حده فالإعلام ما ننسوش أنه سلطة رابعة هذا هو الفيديو لدينا اليوم إخوانت مننا هاد الرسائل توصل شكرا لكم على حسن المتابعة لاتي ما مديلكم مشوفكم إن شاء الله فيديو خور وموضوع خور سكنوا دائما في أسل أحوال دومتم في رعاية الله السلام عليكم